أنا هبدأ بالقضية المحورية اللي بقالها فترة يعني الشهور الماضية مسيطرة على تفكيرنا كلنا وعلى أحدثنا وعلى كل الكلام اللي احنا بنشوفه في الشارع ومع أصدقائنا وفي بيوتنا الناس كلها بتتكلم على الأسعار وفي كل يوم بيصار موضوع مرة بنتكلم عن موضوع الرز مرة بنتكلم على أسعار البروتين الفراخ اللحوم الأسماك يعني كل يوم بنتكلم على مسألة الأسعار واضح ان دي مسألة طبعا مهمة ومقلقة وبتدفع كثيرين ان هما يفكروا بقدر كبير جدا من الضغوط النفسية في مصاريف الحياة والواقع اللي احنا عايشين أول مبارح يعني مساء زادت أسعار المواد البترولية أو البنزين يعني بنزين تمانين بقى بتمانية جنيه خمسة وسبعين قرش للليتر اتنين وتسعين زاد جنيه بقى بعشر جنيه خمسة وعشرين قرش وبنزين خمسة وتسعين زاد لحداشر جنيه وخمسين قرش طبعا مع تثبيت سعر السولار وسعر السولار التثبيت الخاص به طبعا ده بيعكس رغبة الحكومة في عدم رفع الأسعار على المواطنين خاصة في مسائل النقل الجماعي والمكربصات ونقل البضائع إلى آخره بالطبع المواطن المصري بدأ يتعامل مع الموضوع نبص كده على السوشيال ميديا بنلاقي يعني أراء واتجاهات مختلفة بنلاقي البعض بيتكلم على إن بالفعل الرئيس عفتاح السيسي رفض إن هو يرفع سعر السولار لأن رفع سعر السولار كان يترتب عليه ضغوط على المواطنين مش كل الناس عندهم عربيات ومش كل الناس يعني لديهم سيارات خاصة فبعدهم بيركب وسائل النقل الجماعي فمسألة السولار دي كانت هتعمل ضغوط إضافية واحنا طبعا عندنا كده مناخ من الاستغلال يعني بمعنى إن ممكن يتحرك سعر اللتر حاجة يعني بسيطة أو يعني أقل من جنيه تبص تلاقي الناس بتبدأ ترفع الأسعار المطلوبة من الانتقالات داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعدها طبعا دي مشكلة لكن على الجانب الآخر يعني بعض الناس بدأت تتعامل بقدر كبير جدا من السخرية اللي بتحاول إنها تخرج بها برهزة الموقف تستدعي فيلم تستدعي مقطع أغنية لكن في كل الأحوال ليست هكذا تدار الأمور لأن واضح كم من الأسابيع الماضية إن هناك اتجاه لرفع أسعار المواد البترولية واضح أيضا أن هناك ضغوط شديدة على الدولار والعملة الصعبة واضح أيضا إن كان من الصعب الاستمرار في أسعار المواد البترولية على النحو الذي كانت عليه وربما أجلت الحكومة القراردة شوية بالأمس خلال زيارة الرئيس عفتاح السيسي إلى ألمينيا وافتتاح بعض المشروعات والحديث مع الناس طبعا أعلن وكان بمثابة مفاجأة لكسيرين مسألة زيادة الرواتب وده كان في إطار سعي الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع ارتفاع الأسعار اللي شغال في السوق رفع دخل الموظف بما لا يقل عن ألف جنيه الدرجة الستة أو ما يعادلها لحد الأدنى 3500 جنيه الدرجة التالتة النوعية أو ما يعادلها 5000 جنيه حملت الماجستير 6000 حملت الدكتوراه ياخده 7000 جنيه زيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بكلمة إعفاء الضريبي للدخل بالنسبة للفرد وأيضا زيادة الدعم المنوح لبرنامج تكافل أوكرام الحكومة اتخذت هذه الحزمة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين طبعا التضخم في ارتفاع بعض التقديرات بتتكلم على 25-26% فيه تقديرات تانية بتتكلم على 22 فيه تقديرات بترتفع عن هذا وذاك بتتكلم أن أسعار المواد الغذائية التضخم فيها ربما زادة عن 40-45% بالتأكيد في ارتفاع في الأسعار وبالتأكيد هناك ضغوط شديدة جدا معيشية على قطاع عريض من المواطنين ولكن إحنا يعني بنتكلم بصراحة ولازم نفهم طبيعة المشكلة يعني المشكلة ليست في زيادة المواد البترولية جنيه ولا في الدعم أو المسندة الحكومية للناس للتعامل مع هذه التحديات وهي مسندة مهمة يعني لابد أن نقدرها وننظر إليها بقدر من التأدير يعني في الواقع ولكن المشكلة الحقيقة نحن نجم نفهم طبيعة الأزمة اللي احنا موجودين فيها طبيعة الأزمة اللي احنا موجودين فيها هي ليست مشاكل جديدة على مصر مصر بتعاني من مشكلات بقالها فترة نتيجة الاعتماد الكسيف على الواردات في السلع الأساسية مش بتكلم على سلع كمالية أو رفاهية يعني بنتكلم على السلع الأساسية بنتكلم على مواد بترولية بنتكلم على سلع غذائية باختلاف أنواحها بنتكلم على مستلزمات إنتاج دخلة في التصنيع بنتكلم على أعلاف بنتكلم على حاجات كتير دي تركة طويلة جدا من عدم الدخول في إنتاج الكسير من السلع والمواد التي تسهم في إنتاج السلع ونستوردها من الخارج والإستيراد بالدولار كل ما الدولار يرتفع كل ما السلع هترتفع دي مسألة يعني مش محتاجة اكتهاد كبير طيب إحنا مدخلنا من الدولار أقل مما نحتاج إليه فدائما لدينا أزمة لدينا أزمة نسدها بقرود نسدها باللجوء اللي يسندوا النقد نسدها بدعم من دول شقيقة يعني أيا كانت الطريقة اللي كان بيتم التعامل بها مع هذا الملف لكن الملف ده مستمر مستمر كان من عشرين وثلاثين سنة في وقت لم تكن الدولة تدخل في هذا الكم الكبير من المشروعات التنموية يعني مع هذا الانفاق الضخم اللي بتقوم بالدولة في مشروعات تنموية الهدف منها تغيير نوعية الحياة أو مصندة اجتماعية لفئات مهمشة وفقيرة لم يكن هذا الانفاق موجود من عشرين ولا ثلاثين سنة وبالرغم من هذا كان هناك أزمة صحيح ربما لم تكن الديون بهذا الكم صحيح ولكن مع هذا التوسع في العمل التنموي ربما نقف أمام هذه المشكلة وهذه الظاهرة الدولار هيزيد في تقديرات هذا الاسبوع وأنا بكلمكم بصراحة تقديرات نشرت من بعض المحللين الغربيين وبعض الوكالات المهتمة بالمساء الاقتصادية بتتكلم أنه ربما يتحرك سعر الدولار لأعلى في مقابل الجنيه قد يحدث هذا خلال الأسابيع القادمة مع ارتفاع مستوى التضخم احنا مش عارفين اجتماع لجنة سياسات النقدية للبنك المركزي آخر شهر مارس هتتجه إلى إيه؟ ربما تتجه إلى تحريك سعر الفايدة إلى أعلى في محاولة لامتصاص الأموال أو قوة الشرائية أو تعويض الناس قليلا عن التضخم اللي موجود في السوق لكن هتظل المشكلة وهي مشكلة مستمر صحيح الحرب في أوكرانيا عمقت من المشكلة صحيح أن كوفيد ناينتين عمق من المشكلة لكن احنا لدينا الأسباب البنيوية للمشكلة ولما أقول الأسباب البنيوية يعني الأسباب اللي تتعلق بهيكل الاقتصاد ودي ليست وليدة النهاردة ولا مبارح ولا أول أمس ده مسألة يعني بعيدة لفترة طويلة احنا عشان نغير المعادلة دي لابد أن يدخل المجتمع دولار أكثر مما نحتاج إليه أو أكثر مما ننفق هذا الدولار يعني يبقى لدينا موارد من العملة الصعبة أكثر مما نحتاج إليه للإستيراد هتيجي الموارد لعملة الصعبة بنين في مصادر احنا عارفينها متعارفين عليها في مصر قناة السويس تحولات المصريين في الخارج السياحة ولكن احنا محتاجين نزود الصناعة يبقى عندنا قدرة تصديرية أعلى قطاع الخاص لازم يدخل بقوة في هذا المجال لابد من تحفيز الاستثمار الخارجي ندي يعني محفزات كثيرة للاستثمار الخارجي يابد أن نفتح المجال لمزيد من تدفق رؤوس الأموال إلى مصر للاستثمار يعني تصبح مصر بيئة جاذبة للاستثمار هي لديها موقع استراتيجي مهم لديها إمكانيات اقتصادية مهمة أنت في سوق واسع يعني يتعدى 100 مليون واحد دولة محورية في المنطقة دولة لديها إمكانيات استراتيجية مهمة لابد من الإفادة من كل هذه الإمكانيات ومحاولة تحولها إلى مصادر اقتصادية تسهم في بناء المجتمع المصري دي بصراحة جوهر الموضوع عشان ما نفضلتش طول النهار نتكلم طب إمتى الأسعار هترخص إمتى هتغلى وأنا طبعا لا أستبعد وأتكلم بصراحة برضو أن فيه استغلال داخل الأسواق يعني الحكومة اتجهت في مسألة الدواجن مثلا ارتفع سعرها جدا بعد يقولك الأعلاف قد يكون هذا يعني طبعا بتأكيد الأعلاف ليه دور لكن عندما اتجهت الحكومة وكان هذا قرار صائب إن هي تستورد دجاج من البرازيل وطرحته في الأسواق بأسعار مناسبة جدا للمستهلك بدأ ينخفض سعر الدواجن الحية طيب يبقى إذن القضية فيها جزء كبير جدا من يعني الاستغلال ممكن أسميه كده أو محاولة رفع الأسعار على المواطنين يعني إزاي تنخفض الأسعار بين عشية وضحاها لانخفض الطلب يبقى إذن القضية فيها جزء يتعلق بمشكلة الأعلاف فعلا ما أدرش أنكره لكن فيها جزء آخر يتعلق بالتاجر ورفع الأسعار وزيادة الأسعار ومحاولة الإفادة من هذا السوق الذي يغلب عليه قدر كبير جدا من الإضطراب أنا يعني في هذه المقدمة أنا حاولت أن أنا أقول لكم بصراحة جور هذا الموضوع لدينا مشكلة بقى لها سنوات طويل موضوع مش من النهاردة المشكلة النهاردة بتتفاقب نتيجة عوامل خارجية وأيضا نتيجة عوامل داخلية ثم بعد هذا إحنا محتاجين أن إحنا نفكر إزاي نخرج من هذه المشكلة وده محتاج إلى حزم اقتصادية قوية ومحتاج إلى معاناة من جانب المجتمع وأيضا محتاج إلى تعظيم القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتقليل الواردات نفكر بقى أن إحنا يبقى عندنا إنتاج أكثر من الغذاء إنتاج أكثر من الأعلاف إنتاج أكثر من المواد التي تدخل أو المواد الوسيطة التي تدخل في الصناعات ده شغل لازم نعمله برضو مش بين يوم وليلة ده هياخد وقت أنا عارف أن الدولة شغلة في مصانع كتير في المجال ده وبتحاول أن هي تقلل الاعتماد على الخارج حفاظا على مسألة العملة الصعبة ولكن المسألة هتاخد وقت لأن ده جهود سنين طويلة والتحديات كبيرة